سلامي البنات اشخبركم يا ربي تكونوا بألف خير وبغير محببكم في فيديو جديد نحضر مع بعديتنا بريوش يجيب بعجينة جدا رطبة وهشة وحشوة جدا اقتصادية ولديدة بزاف نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير اول حاجة غنحتاج لها وهي نصف كيلو دين الدقيق يكون فرص ابيض بالنسبة للناس اللي ما عندهمش بش يعبرو فنحتاجو خمسة كؤوس من العنبا هي نصف كيلو وكذلك ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية تقدروا تضيفو الخميرة العادية وملعقة من السكر وكذلك نصف ملعقة كبيرة من الملح وكنحتاجو واحد نصف ملعقة صغيرة دي الخميرة دي الحلويات ومن بعد البنات نخلطها جيدة مكونات ينساجنوا مع بعضياتهم وكننضيفو ابيض بيضاء وصفر بيضاء ونضيفوه للدهن من الفوق وكننضيفو كذلك وحده ربع كاس حتى نصف كاس من الزيت الزيتون كي يعطيها وحده رطب الرطوبة وكي يجهشيش ومفشفش هاد العجين لدينا هاد العجين اللي بنات كتي رائعة اما بالنسبة للخطوة فعندي جوش كؤوس دي الحليب سوف نسخنهم على البطاء حتى نضيفوه اللي بنات لا يكونوا سخان بزاف ولا العجينة دينا ومن بعد نخلطوا الحليب مع العجينة حتى تجمع لنا خلاص العجينة نوعا ما تكون مرخوفة لا تكون قاسة كل ما كانت العجينة مرخوفة كل مجل بريوش دينا رائع وشيش اما بالنسبة للجوش كؤوس فرها لا تضيفوه جديد بقى لا تعرف القياس دينا من بعد خلاص الكأس نصف كأس العنباء كأس العنباء فنحتاج نصف كأس العنباء ونحتاجة الماء اللي عادي من الصنبور ونزيدها حتى نحصل على واحد العجينة اللي تكون تلصق في الليد وهكا كانت خلطها مزيان ضروري لن تكون تلصق اللي بنات لا تكون قاسحة ولا بريوش دينا ما غاديش يجي ازوين وهاكا كيف ما كنت شوفوا المعييراني ما كنت لكيش كان بقى نجمعها غير في هادك هاد البانيو اللي عندي كان بقى نجمعها كاك بالأصابع ديالي لمدة عشر دقائق ومن بعد كيف ما كنت شوفوا العشينة كيف شولات من ساجمة ورطبة وطرية كان بقى نجمعها نغطيها بالغلاقة ونخليها على طرف حتى لمدة ساعة تقريبا حتى تضعف الحجم وهذه الساعة كان ساملة كان ندوزها مباشرة كان نوجد الحشوة والعجينة عندي كان نضيف ثلاثة المعلاقة زيت سيتون ونخليها الضيف ومن بعد عندي هاد البصلة مشلضها بحالة كيه صغيرة كحتيها نخلي البصلة ديالنحتة كدب المزيان وذلك ساعة عندي كان نضيف على شوية الملح وشوية دير البزار وديجا مسبقا انانانان عندي حبة من الجزر وحبة من القرع الاخضر محكاهم في الحكاكة اللي بنات الرقيقة ولو بغيتو تحكم حتى في الحكاكة الغليدة انا عير اللي بشتراري مبانش ديهم بغيتو في الحكاكة الرقيقة لقد تنمينا 100 قرم الكفتة نحن نحاول نفتتها لتدخل فيها العطرية ونحن نصف معلقة من الكنجبير نضيف عطرية نصف معلقة من الكنجبير وكذلك نصف ملعقة من التوم بودرة تقدروا تعودوها بالتوم المحكوك وكذلك نصف ملعقة من الفلفل الأحمر ونصف ملعقة من الخرقوم وهكا نخلطوهم مزيان مع بعدياتهم نخلطو المكونات مع بعدياتهم بزاف حتى ينساج مول كي بتتشرب لنا هكاك العطرية ومن بعد نعدي ملعقة كبيرة من القصبر قطعتو كنخلي هو الاخر باش يبقى النسمة ديالو سوف يكون تفاعل البوطة وهي الحشوة ديالنا موجودة وعندوزة مباشرة عن العجين كيف ما كتفوا معي من بعد ما خمرات كتولي الحجم دياله مضاعف على هات الشكل وكل ما العجينة ديالنا لبنات خمرات مزيان كل ما كانت العجينة ديالنا اكتر كتكون احسن لبنات هكا كنضيفها شوية ديال الزيت باش كنجمع بالعجين باش ما تلصقش لي هكا في الأصابع وكنحاو نفرغ منها الهواء ضروري ما نفرغ من العواء كنحط على سطح العمل وكنضيف شوية ديال الزيت باش هكا ما تلصقش لي كيف ما كتفوا معي العجينة كنحط على سطح العجينة ديالك ومن بعد ما نقطعها على الشكل اللي بغيتو انتوما وأكيد على القطاع اللي بغيتو فانا درس نوعا ما جاو كبار كبار اللي بناس بزاف من عوش ليكم فالي كل واحدة صافيك تشبعوا أكيد انتوما على القطاع اللي بغيتو وذاك يبقى اختيار ديالكم أنا شكلتي على تشكل اللي نوعا ما كبار فأعطتني تقريبا ولي ما عقل شي 13 و 11 احباء بحلاكات فانتو ما تقدرو تتخرج منها حتى ال 24 حباء اللي يدرتوهم هكا نوع متوسط سوف يكون ندير كم قندي في شوية ديال الدقيق و نجمع بها الكورة أكيد من القووش دقيق بزافة اللي بناس باش ما ديش لنا ندقصه وما ندخلوش فيها دقيق من الداخل ديال في البسط ديالها كنجمعوهم على تشكل حتى كنكملوا الكمية ديالنا كاملة وادك ساعدوز مباشرة الحشواء نعمروها كيف ما عطفوا معي فهالطريقة كتجيع بحل شكل بيزا بريوش بطريقة بيزا عامرة من الداخل من عوش لكم اللي بنات كيجي رائع رائع وقد يحمر لكم الوجه ديالكم قدام ضيوف ديالكم وقدام عائلتكم فالعجينة يا سلام فبالنسبة للعجينة كتناسب جميع الفطائرة لبنات اما بالنسبة للصوص فقدت واحد الملعقة من الطماطم هذه المطيشة وكنضيف عليها لبنات شوية من الزعتر وشوية ديال غنضيف منها كنضيف زيت العود هكا باش توليها نوعا ما سائلة بس هل عليها العملية نحشي بيها هكا كالبريوش ديالنا بالنسبة للبهارات فنضيف فغير شوية ديال الملح وشوية ديال ابزار والفلفل الأحمر بالنسبة للزعتر فكي نسمها كتجي زوينة بزاف أما العجينة بالطريقة لبنات فمنعوش لكم كتجي لبنات رطبة رطبة بزاف بحلقة تاكل فلطون بحلقة تاكله في شي حاجة رائعة هذه فما قلت لكم الحيال فإلا بغينا للورق ديال هكا ديال فرن تاكل لنا بالصينية ديال الفرن نسردوها بوحد شوية ديال الماء غير الماء اللي بنات ملتحت وهكا كتبت لنا في البلاثة ما كتبقاش كتلعب لنا بالصينية نهائيا ندوز مباشا بعدما كيف تشوفوا معيد وجهة لصوص والحشوة عندي وجودة نضيف واحد شوية من ذلك اللصوص اللي وجهة إلا كانت لصوص البيتزة موجودة تقدروا تستعملوا أي لصوص بعد تستعملوا في هذا الحشوة تقدروا تديروا نضيف لبنات شوية من الفرماج الأحمر هذا الفرماج في التوركي في الحقيقة لا يعجبني لا يسيح ولكن يولي بحل بلاستيك اللبنات الفرماج المغري بزوين نضيف كمية مناسبة من الحشوة الكفتة والخضر وهكا كان أغلقها نجمع أغلقناتها لبناتها لا نضيف دقيق ولكن تلتعسق بحلقة الأصابع تديروها في الدقيق سوف تخرجوها و تجمعوها بكل سهولة نحاول نجمعوها مزيان لكي لا يبقى الهواء لكي لا يكون خياوية بحلقة أكيد الحجوات فأنا عمرتهم تقريبا لكي لا تقريبا لكي لا يكون طريقة و أعمرهم كيف ترى نكمل جميع الكوريات لكي لا تقريبا لكي لا تقريبا لكي لا تقريبا فالعجين هذا بريوش تركي ولكن بلمسة مغربية فالعجين تركي و الحشوة مغربية من المطبخ التركي مع المطبخ المغربي أعطاوا واحد لدة و واحد النتيجة رائعة جدا مذهشة لبناتك نتمنى أنكم تجربوا هذه القرص من هاتشكل مالحين غير من غير اللي تعودنا عليهم بالشوكولات و بكريم باتيسري تجربوهم بالحشوة لبناتك حتى الرمضان الكريم اللي وصلنا عليه على خير تحطيهم هكا في مائدة رمضان فهم رائعين اللي بناتك يجيوا زوينين حتى لو جيين عندك الضفان حتى إلا باتتديرهم مثلا الأطفال تديرهم في لانش بوكس دي الأطفال فهما جيت رائعين كنفعوا لكن تقدروا تديروا كمية بسعر وتحتافظوا فيهم حتى في المجمد هكا وقت اللي بغيتهم و كيفما كتفهم معي سهلين مالين دغياء كي وجدو ثم ما كنكمل لأدك الكريات كاملين كنستعليهم بهكا كنغطيهم بشي هكا و كنخليهم يزيدوا الاختام تقريبا لخمسة عشر دقيقة حتى عشر دقيقة و من بعد كندهنهم هكا بأصفر ديال البيض اللي كنا ديجا ديجا خليناه من نضفنا الأبيض دياله في العجين كنضيف عليه وحد معي لقاء ديال الحليب هكا باش ما تبقاش لنزفورية و الريحة ديال البيض مجهدة غير معي لقاء ديال الحليب و كنخلطوها مزيان و كندهنو بها و كندهنو بها هاد القرص ديالنا و لكن في هذه اللحظة حاولوا ما توركوش بحالة غير كنت تقسوها من الفوق ما توركوش عليها باش هكا ما تفشلنا هاد القرص ديالنا و يجيو هكا كما من فوق غير ملفوق الليبنات كيسو عليهم في هذه اللحظة كندهنو كاملين و من بعد يجمسخنا الفرن على درجة 180 دراجة من الفوق و ملتحت عدي الفرن يعني ديال الضو فإلي كنا عدتكم فرن عادي ديال الضار تقدروا تشعلوا عليها بطمهيلة و تخلي واحتكا تتحمر ملتحت من الفوق الليبنات حتى تتحمر ملتحت و تتحمر الوجه الفقاني ديالها سوف يقوم بعمل ملتحت خلال البيض فعندي واحد المزيج ما بين الزنجلان و الحب السوداء فكان زرارح كان ديال فوق منها كانت تشكل زوين و يجيو زوين سوف يدخلهم مباشرة كندخلهم للفرن شكرا 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 مرحبا لكم شكرا و نعطي أكثر ما عندي فكانت تمنى ان الفيديو اليومي كان لإعجاب فيما كيف مكتشفوا معي الدرسة في الفرران و طابت و هذا هو شكل النهائي و هناك عزينة كيف يتجربون لديك عزينة لديك عزينة لديك عزينة و تنفيذ تحصل بحل شكرا حول لديك عزينة و هذه الكفر تضيف أتشغل كيف يتجربون ورغم ذلك التاسقوا حتى العجين المعجونة مزيان ورطبوا هاشا فهجوا رائعين للبنات وهذا وشك النهائيين ديالهم كيفما كتفوا معايا بغيت نحول الوحدة باش نوريها لكم من داخل كيفاش كاتجي وكانتمنى تجربوها وردوا علي الخبار وخليوا لي تعاليق إلا جربتوا أي حاجة من الفيديوات ديالي خليوا لي تعاليق هكا باش انتوان سمع بعدياتنا سوف يوك كيفما كتشوفوا معايا نحطه في الشيطة يصيل هكا اللي عم نقدم فيه عاتوا كيفاش كجوال بالناتجو منفوخين منفوخين بزافره في الفيديو كيبان منفوخين ولكن مفباشرة اكتر فهدراري عجبوهم بزاف وبنت خالي كانت معنا وكلاتهم حمقوها قتليها دوسال وغدا نجربهم أجب بنحل وهده عباش شوفوها معي من داخل كيفاش كجي ومالداخل كيفاش كجي ومالداخل كيفاش كجي واشوفوا كجي عامره شوفو ليبنات الحشوة كيفاش كجي وشوفو كالبنجة لبنات رأي عرائية الحشوة حتي الأديدة أمل الفيديو اللй مكنن الى اعجاب ديالكم وطلقوا في فيديو آخر ان شاء الله و بسلام عليكم و شكرا لكم بزاف بزاف